واتفقنا على إيجاد آلية للتشاور بين وزارتي الخارجية من أجل بلولة رؤية مشتركة تؤدي إلى نجاح الحوار السوري السوري في موسكو أي أفق للسلام السوري في ظل المبادرة الروسية؟ وهل يمكن أن يحمل لقاء موسكو الذي سيُعقد في 26 من الشهر الجري أخباراً سعيدةً للسوريين؟ حتى الآن ليس تم تمايش بأن حوار الفرق سيأتي بجديد مؤشرة ذلك مقاطعة شريحة واسعة من المعارضة السورية لاجتماع من أساسه وعلى رأسها الاتلاف السوري بينما طريثت مجموعات معارضة أخرى لا بل إن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه غير متأكد تماماً من نجاح مبادرة موسكو من عدمها من السابق لأوانه الحكم على إمكانية نجاح هذه الخطوة أو فشلها رغم ذلك فإننا ندعم المبادرة الروسية ونعتقد أنه ينبغي لنا الذهاب كحكومة لنستمع إلى ما سيقولونه إذا كان لديهم ما هو مفيد لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة البلاد فإننا سنمضي قدماً في ذلك وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا لن نتعامل معهم بجدية الأسد لم يغير في الحوار الذي أجرته معه صحيفة تشيكية من لهجته تجاه معارضيه واتهم بعضهم بالدماء والعمالة للخارج أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين إذ أننا نتعامل مع شخصيات بعضها شخصيات وطنية وبعضها ليس لها أي نفوذ ولا تمثل جزءاً مهماً من الشعب السوري وبعضها دماً في يد السعودية أو قطر أو فرنسا أو الولايات المتحدة وبالتالي لا تعمل لمصلحة بلدها وهناك شخصيات أخرى تمثل فكراً متطرفة وبين حضور هذا الطرف وذاك في اجتماع موسكو يبدو أن المجتمع الدولي عازم على إيجاد حل سياسي في سوريا خلال العام الجاري لقد التقيت أمس وزير الخارجي الأمريكي جون كيري واليوم وزير الخارجي الإيراني جواد ضريف وأيضاً هناك محاورون في مناطق أخرى وخاصة في باريس ووزير الخارجي الروسي سيرجي لافروب وكلهم اتفقوا بأنه يجب أن نعمل جميعاً حتى لا تنزلق الأزمة السورية إلى منعطف أخطر وبأنه يجب أن يكون هناك مصار سياسي خلال هذه السنة وهذا طبعاً خبر جيد حينما أسمع الشيء نفسه في دمشق والمنطقة ومهما كانت المساعي الدولية لحل الأزمة فإن الجميع يتفق على أن الانفراج في سوريا يبقى بيد السوريين أنفسهم